البنتي ما يترثي ابوها الشيخ فضغوش بن شوية ذكرت شبه مرثية هي للشيخ والفارس شالح بن هادلان في معزبته طبعا شالح الله يرحمه راح هوية قصير الله يقالها الحوير ضافر الحوير من المشاعلة راحوا وسافروا والناس من أولا سافروا يسافروا بالشهور وطولوا في سفرهم ويوم قدهم راجعين جاءها الخبر شالح الله إن معزبته ومعزبة قصيرهم ضافر الحوير توفوا جاءهم الجدري والجدري طول عمر ذاك الحين أنت خابر ما لها علاج ولا لها أي فماتوا من كثير من أهل الديرة اللي عندهم من ضمنهم مرت شالح ومرت الحوير الله المستعان مرت شالح بن هادلان مرت شالح بن هادلان ومرت الحوير وكانوا قال شالح بن هادلان ميد ضافر الحوير علمه بالخبر ودروا بالخبر وحزنوا وقال شالح حريمنا يا ضافر من أجمل الحريم ومن أطيبهم خدمة وكانوا وافيين معنا فالحريم لمن همات الحرمة لما متى رجالها كم يتحد عليه قال حوالي أربع شهور قالوا ش رايك يا ضافر عندي راي نقعد أربع سنين أنا وياك ما نتزوج وفاء لهم والله هلوفة صحيح أنا اعتبرت هنا كنت كنت في حطها عنوان وفاء الرجل اللي زوجته حتى بعد المقت يا سهلا فقعدوا أربع سنين ما تزوجوا بعد أربع سنين تزوج ماشي اسمه الحوير اي وتزوج بعده شالح شالح تزوج ولا يمذ الحرمتها الأولى بعدها فترة عندها صبر صبر آخر شي طلقها ماشي يبيها الأولى واخذ الثانية وماشي وطلق يقول ميدي واحد من أحفاده إلى درجة أنه ثلاث مرات ياخذ الأكيد ثلاث مرات ياخذ ويطلق طيب ولا قاطع كله بالخير هي اللي ماتت هم ذيب لا ما أدري أنا ذا الحيب هذه ما سألت فيها لكن واحد تم الحريمة المهم أنه طلقها الثالثة المهم واجهها صحيبة ضافر الحوير قصيرة نعم بالجميع لأنهم تفرقوا عقبها قال هاو يا ضافر واشو علومك بشرني عنك رب أمرك طيبة عقب أمر فلان عقب معزبة هللي ماتت الله المستحى قال أبشرك خذرت لي وجهنا مبارك والله أنا مثل رفيق تلول الله يجعلها في الجنة شافوا وفقه الله بالحرم قال وانت يا شالح يقولها الظافر الحوير في المشاعر يقولها ما هذا شالح قال وانت يا شالح قال شالح تنهى هذيك التنهياته الله وقال الله يرحمه لو هنيك يا الحوير هنيئة يوم أنت في خلك لقيت البدائن وانا ولي في ما لقينا حلاياه لو دو جوبي فيه قفار وحايل قفار لقناه حنا جئين من العلاء قبل سنتين لقناه قبل حايل الله ذكرت لها أنا حسبناهم يقول قفار يعني قفر أي هارضا قفر لكن هطاعت منطقة بين العلاء ومدينة وبين حايل نعم لو هنيك يا الحوير هنيئة يوم أنت في خلك لقيت البدائن وانا ولي في ما لقينا حلاياه لو دو جوبي فيه قفار وحايل ولي في اللي كل ما جيته بنساه دعوا سميه ذاهبين الحمايل يفز قلبي كل موحيط طريقه فز المحبب من خشوم الفتايل لا يفز قلبي كل موحيط طريقه فز المحبب من خشوم الفتايل يطول كن الزباد الخلص داخل شفاياه من مبسمن ما يدهلها كل سائل كافو يا طول ماني في ذرى البيت وياه من بيننا ينثر جثيل الجدائل قلت اظهره هي القبر لينا تحلاه تذكرت قصيدة ابن شوياه ابن شوياه في ابوها حاط لها القبر لحايف اي الله قلت اظهره قال شالح قلت اظهره هي القبر لينا تحلاه حلل لحد من دون زين الدلائل الله نستطيع قال انت شالح قلت له هي هنا اياه قال ابتعد لا عاد عندي تخايل ما دام في شقرة الدلال المراكاة وما دام في الحوطة غروس وظلائل وما دامت الحجاج للبيت تنصاه وما دامت الحكام تقني لصائل لو هنيك يا الحوير هنية يوم انت في خلك لقيت البدائل لقيت البدائل الله يغفر صحر سلامت كنت والسادة المشاهدين وانت سالم وصحة السانة كنت وعسى الله يغفر الشالح ويغفر وغافر الحوير ويغفر الحريم ويسكنهم جنات النعيم ووالدين المسلمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر